السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير طلاب اصطف الاول الاعدادي النهاردة ياولاد معايا فيديو جديد خاص بكم هنحل مع بعض محافظة القاهرة من كتاب المعاصر للمراجعة والاختبارات طبعا انا الكتاب كامل نزلته لكم عندي على البيج ارجعولو لو حبيتوا تعرفوا اجابة اي سؤال في الكتاب انا النهاردة هحل معاكم بس المحافظة دي كان نوع من التدريب على حل الاسئلة يلا بنا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السؤال الاول عندنا ياولاد بيبقى في الامتحان بيقولك listen and choose the correct answer from ABC or D انت حبيبي بتسمع passage او فقرة من المعلم بتاعك وبعد ما بتسمع الفقرة دي بتبدأ اللي انت تحل الاربع اسئلة دول نصحتي ليك اللي انت تقرأ الاربع اسئلة دول قبل ما تسمع ال passage بحيث تبقى انت عارف اصلا ال passage اللي انت هتسمعها دي بتتكلم عن ايه يفضل ان انت تقرأ الاول الاربع اسئلة دول قبل ما تسمع ال passage من الايه من المدرس وبعد كده هتسمع كويس جدا 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 وتركز في كل كلمة بتتقلك علشان تقدر تحل الاسئلة دي صحة وتطمن الدرجة بتاعتها ان شاء الله فانا هسيبه لكم تحلوه في البيت لكن طبعا اوعوا تخفلوا عنه لانه من الاسئلة المهمة جدا 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 هنبدأ بقى طول دلوقتي ياولاد في السؤال اللي عامل عقدة لطلبة كتير اللي هو سؤال الايه الديالوج وصيتي ليك قبل ما تحل سؤال الديالوج اللي انت تقرأه كله علشان تعرف مين بيكلم مين بيتكلمه على ايه تكون فكرة شاملة ومتكملة عن الحوار اللي داير ما بين الاتنين دول السطر ده اولاد مهم جدا جدا اللي احنا نقرأ ونفهمه بيقول لي ايه نادر و تامر بيتكلموا عن الاجازة الماضية نادر بيقول لي تامر ايه where did you go on holiday last year where ياولاد يعني اين يعني انت روحت فين في الاجازة السنة اللي فاتت last year واضح جدا ان الديالوج في زمن الماضي بدليل وجود كلمة dead رد علي تامر وقال له ايه I went to Alexandria انا روحت سكندرية ما قالش go ياولادها I went ماضي راجع نادر سأله سؤال وقال له where did you ايه وكان رد تامر I stayed in my uncles flat انا بقيت او مكست في شقة عمي يبقى هو اكيد قال له ايه where اينا انت مكست انت مكست فين او انت بقيت فين فكلمة يمكث ياولاد اللي هي ايه stay لازم تبقوا عارفين الترتيب ده اداة الاستفهام بيجي وراء الفعل المساعد وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل اللي دايما بيبقى في المصدر في الانفناتف او حد يقول لي stayed ليه لان ديدي اولاد من الكلمات اللي لازم تستخدم معاها المصدر فهنا هقول ايه stay يبقى الفعل هنا انا جبته منين انا جبته من الاجابة هو بيقول لك I stayed يبقى الفعل عندي كان هنا في السؤال stay بلاجه نادر سأله سؤال تاني وبيقول له did you travel there وكان رد تامر I traveled train اه واضح جدا اني نادر بيسأله عن الطريقة هو راح ازاي بدليل انه هو قال له انا رحت بالقطار لان train معناها قطار طب ازاي دي يا ولاد اللي هي ايه اللي هي كيف اللي هي اداة الاستفهام هاو يبقى هاو يا ولاد يعني ايه كيف بس خلي بالك بعد ما تكتب هاو اتأكد ان الفعل المساعد مكتوبة عندك لان ممكن الفعل المساعد ما يبقاش مكتوب اداة الاستفهام الفعل المساعد قادت موجودة تمام كمل على طول يبقى هاو did you travel there ها ازاي انت سافرت هناك رد علي تامر وقال له I traveled train طبعا انتو عارفين ان وسائل المواصلات بيجي قبليها buy buy train بالقطار رجع نادر سأله سؤال وبيقول له did you swim in the sea يعني هل انت سبحت في البحر رد علي قال له ايه والله انت حر عايز تقول yes I did برحتك عايز تقول no I didn't برحتك رجع نادر قال له what did you eat there يعني انت اكلت ايه هناك فرد علي تامر وقال له I ايه when I was there عندما كنت هناك اكيد طبعا قال له انا اكلت كذا طب اكل يعني ايه ايت وحد يقول لي ايت الديالك كلها في الماضي يبقى هقول ايت وهقول اي حاجة وليكن مثلا fish I ate fish انا اكلت سمك when I was there لما كنت هناك بيقول لي هنا ايه يا ولاد hoda is an orphan girl hoda بنت ايه طبعا انتوا عارفين ان orphan معناها يتيم طيب وانت بتغيرك ال passage هتلاقي فيه خط معمول تحت كلمة معينة please ركز في الكلمة دي قوي لانه هو اكيد اكيد هيسألك عنها في السطور الجاية فبيقول لك hoda هي بنت يتيمة she lives هي تعيش with her grandfather مع جدها her grandfather جدها is an old man راجل عجوز he lives in a small house هي بتعيش في منزل صغير in a village في قرية he has lots of goats هو عنده العديد من الماعز hoda sleeps in a bed hoda بتنام على سرير in the attic في العليا الصندرة of the house بتاعة المنزل she drinks هي بتشرب goat's milk الحليب بتاع الماعز and eats وبتاكل bread خبز and cheese وجبنة الهي الجبنة يعني she sees هي ترى birds الطيور and flowers والأزهار she loves هي تحب the life الحياة in the village في القرية she is very happy هي سعيدة جدا one day ذات يوم her aunt عمتها arrives and takes her وصلت وأخدتها to the city إلى المدينة زي ما قلتلكم her ركزوا فيها كويس جدا جدا علشان هيسألكوا عليها دلوقتي لو انت عايز تسيب الباسدج وتروح تحل السؤال الخاص بكلمة her مفيش اي مشكلة life الحياة in the city في المدينة is exciting مثيرة because علشان there are you get a lot of places العديد من الاماكن to visit اللي انت تقدر تزورها but huda doesn't like لكن huda ما كانتش بتحب to live in the city ان هي تعيش في المدينة she is very sad هي كانت حزينة جدا to be away from her grandfather ان هي بعيدة عن جدها اول سؤال يا أولاد معايا بيقول لي what is the main idea of the passage ايه هي الفكرة العامة اللي بتكلم عليها الباسج وضح طبعا جدا ان كل الباسج بيتكلم لك على البنت اليتيمة دي اللي اسمها هدى فأنا كتبت يا أولاد هدى's life حياة هدى وعذرا هنا هدى بليو مش بلعو اوكي يبقى انت لو لقيت اي باسج بتتكلم لك على شخص هو اسمه ايه عايش فين عايش مع مين بيعمل ايه فتقدر تقول الاسم الشخص وتحط الاباسترو في اس بتاعة الملكية وتكتب كلمة life حياة بقى هدى حياة مونة حياة أحمد حياة معرفش مين المهم اللي انت تكتب لي حياة واسم الشخص اللي انت بتتكلم عليه السؤال التاني بيقول لي what does hoda see in the village هودا بتشوف ايه في الفلج او القرية هتلاقوها عندكو يا ولاد she sees هي طرى معلش يا ولاد دي birds مش girls بام انا صلحتها لكم اهي صلحوها برضو عندكو she sees هي طرى birds الطيور and flowers وي الظهور او الازهار السؤال التالد بيقول لي why do you think that life is exciting in the city يعني ليه انت why يا ولاد معناها لماذا يعني ليه انت think بتعتقد ان life او الحياة في السيري او المدينة is exciting مسيرة فقلت والله because علشان there are you get a lot of places الكثير او العديد من الاماكن to visit اللي انت تقدر تزورها اهو life in the city is exciting because there are a lot of places to visit يبقى خلوا لكم يا ولاد ان السؤال اللي بيبدأ بwhy بتبقى الاجابة بتعته because اللي هي معناها ايه لان طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي choose the correct answer from a b c or d السؤال الرابع بيقول لي the underlined word orphan means someone who زي ما قلت لكم طالما الكلمة دي تحتها خط يبقى هيسألكم عنها طب ايه السؤال يعني ايه كلمة orphan الكلمة دي معناها ايه اكيد طبعا has no father or mother يعني هو حد ما عندوش اب او ام number five the underlined pronoun her البرناوين او الضمير اللي هو her refers to بيشير الى مين او بيقصد مين اكيد طبعا هدا اللي هي بطلة القصة بتاعتنا number six هدا's grandfather جد هدا has عندو lots of الكثير من ايه هتلاقوها عندوكم يا ولاد عندو الكثير من الماعز اللي هي goats طيب بعد كده يا ولاد عندي سؤال choose the correct answer number one بيقول لي at school break في البريك بتاع المدرسة او الفصحة بتاعت المدرسة i play games انا بلعب with my friends مع اصحابي in the اكيد طبعا ال play ground او الملعب number two some children بعض الاطفال in egypt في مصر to school ورح اقيل لك ايه bikes الدراجات are fantastic رائعة يبقى اكيد هاختر كلمة cycle و cycle يا ولاد معناها ايه يركب الدراجة يبقى بعض الاطفال في مصر بيركبوا الدراجة علشان يروحوا المدرسة وعشان كده قال لك ان الدراجات are fantastic رائعة يبقى السؤال التالت بيقول لي a baby bird صغير الطائر is very a اكيد طبعا very weak ضعيف جدا وخلي بالكم يا ولاد weak w e e k لان ممكن يلغبطك ويكتب لك كلمة weak اللي معناها اسبوع w e e k فخلي بالك it can not انه لا يستطيع fly for many days الطيران لمدة ايه من الايام number four computers and mobile phones جهزة الكمبيوتر واجهزة الموبايل are examples of هي امثلة على اكيد طبعا التكنولوجي او التكنولوجيا number four a dolphin is a friendly animal اكيد طبعا c animal هو حيوان بحري c animal number six a is something you buy to remember holiday حاجة انت بتشتريها علشان تفتكر او تتذكر remember a holiday الاجازة اكيد طبعا دي السوفينير الهدية التذكارية number seven my aunt عمتي is very she always gives me big presents هي دايما بتديني هدايا كبيرة يبقى اكيد طبعا كلمة kind عطوفة ماينفعش اقول poor فقيرة ولا unkind غير عطوفة ولا سات حزينة انسب كلمة عندي هي كلمة kind number eight he lives in england هو بيعيش في انجلترا so لذلك he is speak english اكيد طبعا كان يستطيع ان يتحدث الانجليزية number nine is he football no he isn't اختار اي اولاد والله طالما لقيت عندك am او is او are وانت مغمض اختار الفعل اللي متضف له ing علشان تبقى الجملة في المضارع المستمر يبقى هل هو بيلعب كرة قدم لأ مش بيلعب كرة قدم number ten where you go on holiday last year last year يعني الجملة دي معمولة في past simple الماضي البسيط طب ايه الفعل المساعد اللي بيجي في الماضي البسيط اكيد طبعا ياولاد كلمة dead dead هو الفعل المساعد اللي بنستخدمه في الماضي البسيط طيب استقال الخامس بيقول لي read and correct the underlined words بيديني اربع جمل وفيه اربع كلمات فيهم غلط مطلوب منك من خلال الدروس اللي انت درستها على مدار الترم اللي انت تصحح الاربع كلمات دول اول جملة بيقول لي I doesn't listen to music I play football طبعا doesn't استحالة استخدمها مع الاي مين اللي بيجي مع الاي ياولاد برافو كلمة don't يعني انا لا استمع الى الموسيقى انا بلعب كرة قدم يبقى هشير doesn't وهحط مكانها كلمة don't السؤال التاني بيقول لي احمد doesn't like play chess وبيقول لي play غلط اكيد طبعا لان like بيجي وراه الverb ما تضف له ing ing فهقول ايه playing number three are there some tomatoes in the fridge وبيقول لي صام غلط اكيد طبعا لان ياولاد ده question سؤال وحنا قلنا في السؤال ونفي بنستخدم كلمة any يعني هل يوجد اي طماطم في التلاجة and finally number four بيقول لي this is ali's phone it's new طبعا الكلمة دي غلط ياولاد لان انا عايز اقول هذا هاتف علي ده موبايل علي فهستخدم هنا s الملكية يبقى هقول ali وحط الاباسترو في s وبعد كده هكمل الجملة عادي جدا phone it's new فعالي ياولاد كل اللي انا هعمل وانا هضف لها بس الاباسترو في s بالنسبة للparagraph انا عملته لكم ونزلته على اليوتيوب ارجعوا للفيديو علشان تعرفوا تكونوا paragraph بمنتهى السهولة بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة اتمنى تكونوا استفدتم منه شوفكم على خير في فيديو جديد وسلام عليكم